السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي حياكم الله من جديد في درس من دروس مقرر الدراسات الاجتماعية معنا اليوم بإذن الله إثراءات إثراء واحد في منهجنا لهذا الفصل برفقة زميلتنا الأستاذة يسرى الشهري في لغة الإشارة بسم الله نبدأ الوحدة الثالثة شغرافية وطني المملكة العربية السعودية دروسها الدرس التاسع الموقع والحجود الدرس العاشر مظاهر السطح الدرس الحادي عشر المناطق الرملية الدرس الثاني عشر الأودية الدرس الثالث عشر المناطق الساحلية والجزر الدرس الرابع عشر المناطق الإدارية أبرز المحاور التي تمت دراستها في الوحدة الثالثة جغرافية وطني المملكة العربية السعودية موقع وطني المملكة العربية السعودية حدود وطني المملكة العربية السعودية مظاهر السطح في وطني المملكة العربية السعودية المناطق الرملية في وطني المملكة العربية السعودية الأودية في وطني المملكة العربية السعودية المناطق الساحلية والجزر في وطني المملكة العربية السعودية المناطق الإدارية في وطني المملكة العربية السعودية أذكروا أذكري موقع وطننا الغالي المملكة العربية السعودية ممتاز تقع المملكة العربية السعودية في الجنوب الغربي لقارة آسيا وتشخل أكثر من ثلثي مساحة شبه الجزيرة العربية التي تربط بين ثلاث قرات هي آسيا، أوروبا، أفريقيا ما أهمية موقع وطني المملكة العربية السعودية؟ ممتاز يحوي الموقع قبلة المسلمين يربط الموقع بين قارات متعددة يتوسط الموقع دول العالم إذن أهمية موقع وطني يحوي الموقع قبلة المسلمين يربط الموقع بين قارات متعددة يتوسط الموقع دول العالم أذكر واذكري حدود وطني المملكة العربية السعودية يحد وطني المملكة العربية السعودية من الشمال الكويت، العراق، المملكة الأردنية ومن الشرق الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر والخليج العربي ومن الجنوب سلطنة عمان والجمهورية اليمنية ومن الغرب البحر الأحمر ما المقصود بالجبال؟ هي المناطق الشديدة الارتفاع ذات القمم العالية إذن الجبال هي المناطق الشديدة الارتفاع ذات القمم العالية وما المقصود بالهضاب؟ الهضبة هي الأرض المرتفعة والمسطحة الأرض المرتفعة والمسطحة عدد وعددي أهم الجبال في وطني المملكة العربية السعودية جبال الحجاز جبال الطويق الجبال المنفردة إذن أهم الجبال في وطني جبال الحجاز جبال الطويق جبال الجبال المنفردة تحدثي عن هضبة نجد تحدث عن هضبة نجد ممتاز تمتد هضبة نجد وسط شبه الجزيرة العربية وهي أكبر الهضاب فيها وتقع فيها مدينة الرياض عاصمة وطن إذن هضبة نجد تمتد وسط شبه الجزيرة العربية وهي أكبر الهضاب فيها وتقع فيها مدينة الرياض عاصمة وطني أين تقع هضبة عسير ونجران وكم يبلغ ارتفاعهم أين تقع هضبة عسير ونجران وكم يبلغ ارتفاعها تقع جنوب المملكة العربية السعودية ويبلغ ارتفاعها بين 900 و 1700 متر إذن تقع هضبة عسير ونجران جنوب المملكة العربية السعودية ويبلغ ارتفاعها بين 900 و 1700 متر عدد وعددي أبرز المناطق الرملية في وطني المملكة العربية السعودية رمال الربع الخالي النفوذ الكبير رمال الدهناء إذن أبرز المناطق الرملية في وطني المملكة العربية السعودية رمال الربع الخالي النفوذ الكبير رمال الدهناء اذكر واذكري أهم الأودية في وطني المملكة العربية السعودية أذكر واذكري أهم الأودية في وطني المملكة العربية السعودية في وطني المملكة العربية السعودية عدد كبير من الأودية ومن أشهرها وادي الرمة وادي حنيفة وادي الدواسر وادي تثليت وادي العقيق وادي السرحان ووادي بيشة ماذا تعرف وماذا تعرفين عن وادي الرمة نعم وادي الرمة من أهم الظواهر الطبيعية فهو أطول وادي في وطني يصل طوله نحو ألف كيلو متر ويعبر المملكة العربية السعودية من الغربي إلى الشرق ويبتدع من جبال المدينة المنورة مخترقا منطقة القصيم بإجابة صحيحة اذكر واذكري أهم الجزر في وطنية المملكة العربية السعودية أهم الجزر السعودية جزر فرسان جزيرة أم القماري جزيرة جنة جزيرة تاثيران وصنافر جزيرة كران أين تقع جزيرة أم القماري؟ جزيرة أم القماري جزيرة أم القماري أين تقع جزيرة أم القماري تقع جزيرة أم القماري تقع في البحر الأحمر جنوب مدينة القنفذة وتبعد عنها نحو 19 كيلو متر كم عدد المناطق الإدارية في وطني ومما تتكون كل منطقة كم عدد المناطق الإدارية في وطني ومما تتكون كل منطقة يتكون وطني المملكة العربية السعودية من 13 منطقة إدارية تتكون كل منطقة من محافظات من فئتي ألف وباء وكل محافظة يتبعها مراكز من فئتي ألف ومما تتكون كل منطقة وباء ما الخصائص التي تتمتع بها منطقة الرياض نعم فيها العاصمة مدينة الرياض فيها مقر الدولة والأجهزة الحكومية في هي منطلق توحيد المملكة العربية السعودية إذن الخصائص التي تتمتع بها منطقة الرياض فيها العاصمة مدينة الرياض فيها مقر الدولة والأجهزة الحكومية هي منطلق توحيد المملكة العربية السعودية ما الخصائص التي تتمتع بها منطقة مكة المكرمة؟ ترجمة نانسي قنقر ما الخصائص التي تتمتع بها منطقة مكة المكرمة؟ نعم هي مهبط الوحي تضم المقدسات الإسلامية منها المسجد الحرام والكعبة المشرفة ومشاعر الحج مثل عرفات وميناء ومزدلفة وميناء وقوعها على ساحل البحر الأحمر الخصائص التي تتمتع بها منطقة مكة المكرمة هي مهبط الوحي تضم المقدسات الإسلامية منها المسجد الحرام والكعبة المشرفة ومشاعر الحج مثل عرفات ومزدلفة وميناء وقوعها على ساحل البحر الأحمر عدد وعدد الخصائص التي تتميز بها منطقة عسير تتمتع بموقع جغرافي فريد بتضاريسها المتنوعة تعد من المناطق السياحية المتميزة لما تتمتع به من مناء معتدل وجمال طبيعة تتميز بتراثها الاجتماعي العريق ننتقل الآن طلابي وطالباتي لإذراءات الوحدة الثالثة تغرافية وطني المملكة العربية السعودية نبدأ بالنشاط الأول يختار الطلب الخيار الصحيح مما يأتي أترك لكم دقيقة للتفكير في الإجابة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يختار الطلب الخيار الصحيح بما يأتي ألف في أجري وادي الرمة في منطقة جازان أو الحدود الشمالية أم القصيم ممتاز الإجابة الصحيحة القصيم تقع جزر فرسان الخليج العربي البحر المتوسط البحر الأحمر أحسنتم في البحر الأحمر يقع جبل أحد في مكة المكرمة المدينة المنورة الرياض ممتاز في المدينة المنورة يقع وادي حنيفة في القصيم أم الرياض أم الرياض نعم ممتاز يقع وادي حنيفة في مدينة الرياض إجابة صحيحة بارك الله فيكم ننتقل للنشاط التالي يضع الطلب المحافظات الآتية وفق مناطقها الإدارية في الجدول ينبع جدة الطائف مهدو الذهب الخرج الدرعية المناطق منطقة الرياض منطقة مكة المكرمة منطقة المدينة المنورة أترك لكم دقيقة واحدة لتفكير فيه الإجابة على هذا النشاط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المحافظات الآتية وفق مناطقها الإدارية في الجدول ينبع جدة الطائف مهد الذهب الخارج الدرعية منطقة الرياض منطقة مكة المكرمة منطقة المدينة المنوة إذن المحافظات التي تتبع منطقة الرياض أحسنتم الخارج الدرعية بارك الله فيكم إجابة صحيحة المحافظات التي تتبع منطقة مكة المكرمة جدة والطائف إجابة صحيحة المحافظات التي تتبع منطقة المدينة المنورة ممتاز ينبع ومهد الذهب إجابة صحيحة ننتقل للنشاط التالي يضع الطلبة الجزر الآتي وفق موقعها في الجدول جزيرة كوران جزيرة أم القماري جزيرة جنة جزر فرسان هنا البحر الأحمر والخليج العربي نريد أن نصنف هذه الجزر التي تقع على البحر الأحمر والخليج العربي أترك لكم دقيقة للتفكير والإجابة على هذا النشاط ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة يضع الطلبة الجزر الآتي وفق موقعها في الجدول جزيرة كوران جزيرة أم القماري جزيرة جنة جزر فرسان الجزر التي تقع في البحر الأحمر والجزر التي تقع في الخليج العربي إذن في البحر الأحمر ممتاز جزر فرسان أحسنتم إجابة صحيحة أيضا جزيرة أم القماري إجابة صحيحة الخليج العربي جزيرة جنة وجزيرة كوران إجابة صحيحة بارك الله فيكم ننتقل للنشاط التالي يذكر الطلبة أهمية موقع المملكة العربية السعودية أترك لكم دقيقة واحدة للإجابة على هذا النشاط يذكر الطلبة أهمية موقع المملكة العربية السعودية وامتاز أحسنتم يحوي الموقع قبلة المسلمين يربط الموقع بين ثلاثة قارات متعددة بين قارات متعددة يتوسط الموقع دول العالم إذن أهمية موقع وطني المملكة العربية السعودية يحوي الموقع قبلة المسلمين يربط الموقع بين قارات متعددة يتوسط الموقع دول العالم إجابة صحيحة يضع الطلب علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة أمام العبارة غير الصحيحة ألف جبل آجة وسلمة من الجبال المنفردة هل هذه العبارة صحيحة أم غير صحيحة ممتاز العبارة الصحيحة جبال الحجاز هي أقل الجبال امتدادا وارتفاعا أقل الجبال امتدادا وارتفاعا إذن الإجابة غير صحيحة الحرات هي سطوح لابية سوداء العبارة صحيحة أحسنتم هضبت عسير ونجران هي أكبر الهضاب في وطني الإجابة خاطئة أحسنتم رمال الربع الخالي هي أكبر صحراء رملية في وطني الإجابة صحيحة ننتقل للنشاط التالي يكمل الطلبة الفراغات الآتية بكلمات الصحيحة الكلمات عندنا الخليج العربي المرتفعات المسجد النبوي البحر الأحمر المنخفضات ثلثي المسجد الحرام نبدأ بالعبارة الأولى تعدى الجبال والهضاب من ممتاز المرتفعات إجابة صحيحة تعدى الأودية من المنخفضات إجابة صحيحة أحسنتم مكة المكرمة هو المدينة المنورة فيهما ممتاز المسجد الحرام والمسجد النبوي إجابة صحيحة يطل وطني على مسطحين مائيين هما أحسنتم الخليج العربي والبحر الأحمر إجابة صحيحة تشغل مساحة المملكة العربية السعودية فراغ مساحة شبه الجزيرة العربية ثلثي أحسنتم ثلثي مساحة شبه الجزيرة العربية إذن تشغل مساحة المملكة العربية السعودية ثلثي مساحة شبه الجزيرة العربية أحسنتم إجابة صحيحة بهذا النشاط انتهينا من درس الإثراءات بهذا اليوم نستودعكم الله إلى لقاء جديد شكرا لكم حسن استماعكم